استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضبية وخلال اللقاء أشهد سموهما بالحرص الذي يبديه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة على تعزيز العلاقات التي تربط مملكة البحرين بدول العالم ومد جسور التعاون معها في مختلف المجالات مؤكدين سموهما بأن التطورات الإقليمية والعالمية في شقيها الأمني والاقتصادي تتطلب مثل هذا التعاون لضمان تجنيب الوطن والمواطن تبعاتها واستعرض سموهما عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون الوزارة والأجهزة الحكومية على أهبة الاستعداد للتعامل مع التطورات التي تؤثر على مستوى عملها مؤكدين سموهما على ضرورة أن يكون المواطن محور الاهتمام وفي قلب العملية التنموية فهو الهدف والمقصد لكل جهد حكومي وأن لا تسمح الوزارات بأي أمر يؤثر على جهود الخدمات المقدمة له اشتركوا في القناة